اهلا بكم يا شباب في كورس كيميس ريجوردين اي لرننج و النهوات انا قد شابتر 11 شابتر من افضل شابتر اللي هتعد عليكم عشان هو اغلبه كونسبشيالز و بسيط و في نفس الوقت ايه في معلمات كتير هتساعدكم قدام يعني لو انت عملت اه زاكرت الشابتر ده كويس فانت قدام هترتاح اويل في الكونسبشيالي بزياد تمام فلو انت معلتش كوبات قهوة او شاي اه يعني ده اختياري تمام قوم اعملهم ولو ما عملتش سبسكريب و لايك اه لايك فده مش اختياري ياريب تقوم تعملهم بقى عشان ندخل في السيشن على طول اول حاجة معنا هي احنا كنا خدنا في الشابتر قبل كده اه كزا حاجة بنعرف نحلل بها بتاع السيليشن زي ايه زي كنا بنجيب ايه المولز على بتاع السولفنت اللي معاية تمام وبرده كان في حاجة تانية كنا بنجيب بيها الماس بيرسنت تمام الماس بيرسنت تمام انا ايه عشان برده ايه اني ركاب انا هكتب الاستعمالات بتاعيتهم اه المولاريتي اه كنت في الغالب بتعرف تجيب بيها المولز اوه صوليات تمام مولز اوه صوليات والحاجات اللي هي ايه البرامتر بتاع قلون نفس لكن الماس بيرسنت كنت بتعرف تروح بيه تجيب ايه الفورميلاز بحيث ان انت كنت بتعرف تجيب بتاع مسلا الكاربون والاكسجين والهيدرجين في المسلم معين فبتعرف تعرف تجيب منه الفورميلا تارف الفورميلاز امبريكال ولا ايه امبريكال موليكيلر. تمام? والماس بيرس انت برضو كنت ممكن تجيب منها تمام? تجيب لي بتاع الماس. اه اللي طلع على او وهكزا يعني كنت بتعرف تجيب بتاعتك تجيب تمام? كله كان بيعتمد على ايه? بتاعت الماس. اه بالبيرسنت يعني انا عندي كام طلع وكام كالمفروض يطلع وهكزا تمام? فدية كلها ايه? استعمالات الماس بيرسنت وهكزا. تمام? عندنا بقى دوت هينتروديوس لنا تلات حاجات جداد اكتر حاجتين هنستعملهم هم اول اتنين والاخيرة ديت ملاش لازم اقوي بس ايه? نعرف ايه للضرورة تمام? من اول الحاجات لازم نعرفها هي المول ديت من اهم اليونتس لازم تكون معاجسة من اهم الحسابات اللي لازم تكون في بالك عشان انت تستعملها في جازز. هتستعملها في وعلى فكرة احنا استعملناها في جازز. او مش فاكر اه يعني كان شابتر فايف لما شرحنا هل شرحنا معنا المول فريكشن لا بس هي يعني ايه? لها استعمال كبير او في الجاز. تمام? اه وليها استعمالات اه في الموليكيولز ديها استعمالات اه قدام في اللي هستعملات في غالبا تمام ف دخل معاك في حاجات كتيرة قوي وهو ايه عبارة عن ايه عبارة عن بتاع اللي معك انا دلوقتي عندي تمام دوت في كزا اه حاجة دايبة معاك تمام عندي اه سوليوت ايه سوليوت بي سوليوت سي وهكزا تمام كلهم موجودين في نفس ايه الميدين وتاع كل واحد منهم يعني ان الوقت يجيب النومبر و المولز Layhria فا Правика two time 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 same time 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 المول فراكشن عبارة عن ان ايدي البverts اف حاجة اف اجيم كوموننط على على التوطال نومبر مولز تمام فدا بيجيب للراشيو بتاع التوطال اف يو بيجيب الغرت تمام علي بتاع المولكيل او الحاجة تي. فكنت بجيب ايه? كان بيسوي لي ايه? كانبيسوي لي اياكم تلاتين في المية. تلاتين في المية معناه ان انا عندي ده في منه تلاتين في المية من الوزن اه الحاجة دي او وانا يعني تمامde تلاتين في المية من ثلاثين في المية تمامد افن كثير Walk эпох. فنفس الكلام هنا بس بالمولز source تمام؟ والمولز احنا قلنا ان هو من اليونس المقدسة اللي ده علماء الكيميا فانت هتحتاج ان انت تبقى عارف بتاع المولز بتاع الحاجة المعينة دي جوه السليوشن قد ايه تمام؟ يعني انا لما جبت الان ايه فانا جده هيسوي لي بيرسن تمام؟ البرسن تقف ان ايه ان ايه جوه السليوشن ده جوه السليوشن حلو؟ حلو قوي بس فده بيساعدك قدام مسلا انت تعرف في بتاع الان ايه انا عندي الان ايه تلاتين في المية بينما الان بيه مسلا سدعين في المية فخلاص عرفت انت لازم اكونسيدر النسبة دية في حساباتي بعد كده وده هنعرفه اكتر في بعض الشابتر عشان هنستعمل المول كتير يعني تمام؟ من اليونس التانية بقى لها نستعملها هي المولاريتي تمام؟ المولاريتي هي النمبر اوف مولز اه اف سوليوت تمام؟ يعني نمبر اف مولز اف سوليوت على الكيلو جرام اف سولذنت تمام؟ اه اه دي اتيونت اه انا استعمالها يعني انا استعمالها يعني تمام؟ انا اجيبي الشابة للمولاريتي بس المولاريتي كانت على اه تمام؟ نمراكز في كيلوجرام لشان ايه الوضع دا ايه بيلغبط ناس كتير أحيان تمام؟ تمام؟ المولاريتي اللي ايها استعملاتها بتزدد في الحاجات اللي هي علاقة ايه؟ عليها علاقة بالشكلة مثل الستعالي كل هذا سر المولاريتي تدخل فيه حسبها اخر حاجة معنا وهي اضعفهم في الاسئلة واقلهم في الاهمية هي النورماليتي دي بيقولك هو يعني انت ممكن تجيب هي مسلا القانون بتاع على أو لها قانون تاني بالنسبة للأسود والبيز النورماليتي بتساوي المولاريتي تمام بتاعت في تمام 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 مش عارف انا انطقل كده صح ولا ايه بس يعني ايه هوية هي بتاعة الاسد او البيز اللي معاك فانا دلوقتي عندي ده فيه كم بروتون ده في اتنين فضرب هنا في اتنين عندي اتش اي سي ال اضرب واحد عندي بززتي اتنين يعني عندي حاجة بطلعلي اتنين او اتش مسلا في ده بتاعته اتنين عندي حاجة بتستهلك لي خمسة اه اليكترونز او خمسة اليكترونز في ديت بتاعتها خمسة. عشان بتاخد خمسة الاكترون وتتفعل مع تمانية هايدرين وكزا يعني. فا آآ بتختلف من للتاني يعني فانت مش محتاج ان انت تعرف. والفكرة ان النورماليتي بيبقى لها كزا قانوننا لحسب الرياكشن. فدول اشهر اتنين يعني ممكن تستعملهم في حياتك يعني. بس واساسا الموضوع نشانية تشوف في الاسئلة. فخلينا نخش كده على بخفيف بس ايه نراجع الحاجات اللي معانا دلوقتي احنا عاريت ان احنا عندنا من القديمة وحاجات زي كده جميلة بتخلينا يعرفنا والفورميلاز والييلز وهكزا. ايه علينا وده من اهم الحاجات ده بيعرفنا بتاعت المولز جوه السوليوت ايه بقى? يعني طب ليه ما قلناش ماسقف ايه على ماسوف بي ايه زائد ماسوف بي? احنا مش قلنا الماس بتختلف على حسب المولر ماس. تمام? يعني دلوقتي عند الماسوف ايه غير الماسوف بي لنفس المول. تمام? يعني انا عندي وان مولوف ايه وان مولوف بي. اللي اثنين عندهم ماسوس مختلف. عشان الاثنين عندهم مولر ماس مختلف. تمام? يعني انا عندي وان مول ايه اا ايكوال ايكوال وان مول اا ايكوال بس سوري البروجرام انضيع مخي. وان مول بي. تمام? وان مول اف اي? وان مول اف بي. ده لا يعني ان الوان مول ده فيه ماس. تمام? يبقى الماس بتاعه. مش بيساوي اكيد ماس ايه بتاع الوان مول. آآ غير خالص الماس بي بتاع نفس الوان مول. تمام? عشان دول الاتنين عندهم فانت بالتالي ما تقدرش تحكم ده عنده مولر ماس اتناشر ده عنده مولر ماس اربعة واشفين. فبالتالي الوان مول هنا فيه اتناشر جرام والوان مول هنا فيه اربعة واشفين جرام. فالماس مش هتساوي. فالماس بيرسين لسه عملاته. لسه عملاته اللي احنا بنستعملها. لكن لازم هنستعمل المول فريكشن عشان احيانا اللي بيفرق معي مش الماس اللي بيفرق معي المول في الحسابات. فبالتالي محتاج حاجة تكون فيها بتاع المول بس فجي المول فريكشن يقدلنا الوظيفة دقيقة. بس وعندنا المولاتي المولاتي زي ما قلنا بتستعمل في حاجات الفريزيكال تشين جزي البولينج بوينج وحكذا. تمام? واخر حاجة النورماليتي دي مش بتستعمل في حاجة والله تمام ديت يونت على الله ممكن تستعملها او ما تستعملهاش. حرفيا مزونش هتشوفها اكتر من السؤال اللي جاي واللي بعد يمكن مسلا. فخلاص يعني هو النورمالك ديت انت اعرف ان هي حاجة كده معاك اختيار ان انت تعرفها حرفين ندخل على السامب تمام السامب بيقولك الاوتوموبايل لت ستوريج باتري تمام انا عندي بطارية بتاعت عربية تمام فيها كونسوتريشن سالفوريك اسيد اه 3.75 تمام الدينستي بتاعت السليوشن دوت 1.23 جرام برميلي تمام كالكوليت الماس برسنت تمام والمولالتي والنورمالتي وكل ما ايه ما هو جميل تمام ونضيف عليهم اه مسلا المول فراكشن تمام او لا مول فراكشن ايه احنا ما عندناش كازا سولي تمام فا اكيدا نقابل المول فراكشن في حاجة يعني ايه واقولك ازاي تحسب فخلينا نحسب ايه المول اه الماس برسنت والمولالتي والنورمالتي مابدا ايه احنا عندنا الدينستي جرام بير ميلي اوكي دي حاجة كويسة بس انا في تعاملات دي كلها يعني مسلا ان او عايز اجيب الماس برسنت او عايز اضرب في الام عشان يطلع الفوليوم وكزا انا محتاج الدينستي بتاعت تكون بالليتر تمام فبالنسبة لي جرام بير ميلي مش هتبقى عملية او في الحسابات فانا بالتالي عايز احاولها لجرام بير ليتر تمام فا وان بوين تو سري زيرو جرام بير ميلي عايز الميلي الى تحت ديت اضربها في ميلي تاني وايه ايه ابدل ما كانها الليتر فانا عندي الوان ليتر في كم ميلي في الف ميلي تمام فادي كده ايه الحزب بتاعتي فاطلع لي الف امتين اه الف امتين وثلاثين جرام بير ليتر ده ايه الدينستي بس جرام بير ليتر جميل جميل فانا دلوقتي حاندي بتاعي يتكون من الف امتين وثلاثين جرام ده منهم ايه ده عبارة عن ايه ساني كده تعالى نغير اللون ده عبارة عن السوليوت السوليوت اللي هو سلفوريك اسات زائد السولف انت اللي هو ايه الووتر تمام؟ فقبل الوقت احريز ايه انا عريز اجيبي الماس بيرسنت الماس بيرسنت اللي هو الماس بتاع السوليوت على الماس بتاع السولفانت فانا بما ان ده المجموع. بما ان الموش. تمام ده المجموع. فانا اللزم اجيب إيه. اللواحده زائد لوحده. او اعرف واحد منهم. عشان اعرف اجيب التاني. فهموين اللي اعرف اه. اللي اعرف اجيبه. انا اعرف اجيبه. اه ازاي? ازاي three. مش انا معاية. يعني معاية دية دية عبارة عن ايه? مول على فوليم. تمام? انا خلاص هنعتبر ان الوليوم ون ليتر دلوقتي تمام? ون ليتر هنعتبر احنا مش لازم اه يبقى معنا السستماتيكسي عام نعتبر الوليوم اتنين ليتر ونضرب هنا في اتنين المشكلة عادي عادي جدا تمام? بس احنا نعتبر بما ان ده الرقم فخلاص اد سري بوينت سيفن فايف تمام? مضروبة فيه. ده سري بوينت سيفن فايف ده كأنه ايه? سوري. نجيب القلم. طبعا. فالسري بوين سيفن فايف ده كأنه المول كأنه المولز الموجودة في ون ليتران ده كأنه ايه? المولز بتاعت السلفوريك اس الهتش تو اس او فور. جميل جميل. فانا عايز احول ده مول بقى. عايز احوله لماس تمام? ماس اتش تو اس او فور هيساوي التلاتة بين سبعة خمسة في المولر ماس اتنين واتنين وتلاتين واربعة وتلاتين واربعة في ستاشر يعني يعني تمانية وتسسين تمام? يعني تمانية وتسسين جرام. فاضرب داية في داية هيطلع لي تلتمية ستة وسبعين بوينت فايف. تمام? فده كده الوزن بتاع الاتش تو اس او فور. فخلاص انا جده جبت ايه? الماسو السوليت. تمام? تلاتة ستة سبعة دوت فايف. تمام? فكده يعتبر آآ خلصنا. جبنا الماسو في على طول هنترح ايه دوت من دوت. يعني الف متين وتلاتين ناقص التلاتة ستة سبعة بوينت فايف. تمام? هيطلع لي تمنمية اتنين وستين. هيساوي تمنمية اتنين وستين بوينت فايف. احنا مش هنحتاج دلوقتي هنحتاجه بعدين. تمام? دلوقتي تعالي نحسب اول حاجة اول حاجة هي الماس بيرسنت الماس بيرسنت. تمام? انا عند الماس بيرسنت بتاع السوليت هيساوي التلاتة ستة سبعة بوينت خمسة على الالف متين وتلاتين في مية تمام? فده هيساوي لي كام? تلاتة ستة سبعة بوينت خمسة على الالف متلاتين. ده هيساوي لي تسع عشرين. اه بوينت ايت ايت بيرسنت تمام? اه ده الماس بيرسنت بتاع الاتش تو اس او فور تمام? بتاع الاتش تو اس او فور تمام? فده كده الماس بيرسنت. طب تعالي نجيب بقى المولاتي المولالتي مولالتي ده هيساوي على الكيلو جرام كيلو جرام بوينت فايف تمام? في تمام? فهضرب التمنمية ستين بوينت فايف. ستين بوينت سبن فايف على. خيطلع لي بفور بوينت سري فور سيفن. تمام? ودي كده ايه? جبنا طب اخر حاجة معنا النورماليتي. النورماليتي زي ما قلنا احنا كده في والاسد بيز راكشن النورماليتي فيه بدأت حسب في هنا بما ان ده اسد اسادي دي. تمام? فالمولاريتي عندي سري بوينت سيفن فايف. بتاعت الاتش تو اسفور هيدونيت تو بروتونز. فبالتالي هو بتاعته اتنين. فالنورماليتي سبعة. بس خلصنا. كده النورماليتي. والمولاريتي والماس برسنت اتجابه بكل سولة. وده كان آآ صمب فعلا عشان فيه كل حاجة. بس معادة المول فريكشن. المول فريكشن احنا عندنا حاجتين يا جدعان. آآ يعني نفترض ان احنا معانا خمسة مولز من حية تاني. المول فريكشن بتاعت الاتش تو اسفور هيبقى التلاتة. بوين سيفن فايف. على المجموع اللي هو آآ تمانية بوين سيفن فايف. خلاص. خلاصنا. ده المول فريكشن بتاع السلفوريك اسد. عايز اجيب المول فريكشن بتاع الووتر بقى. تمام? فهيبقى نفس الكلام. فالموضوع مش مستهل ايه ان احنا نقعد نجيبه بتاعه. بس. فكده ايه. كل حاجة خلاصت بالنسبة للسوليوشن. و ندخل بعد كده على الانرجيز بتاعت السوليوشن فرميشن. الانرجيز بتاعت الفرميشن يا شباب. آآ احنا كنا كلمنا عنها قبل كده. في الاتسس انرجي و ازاي مسلا لما انا بعمل آآ آآ كذا كذا كذا. بعد كده بجمعهم كلهم مع بعض يدين هيتو فورميشن مسلا بتاع صلود معين. ادين هيتو فورميشن بتاع سوليوشن معين و كزا. بالنسبة بقى للسوليوبيليتي. تمام? انا الواته عندي السوليوشن ده عبارة عن حاجة بالدوب جواه حاجة. تمام? فانعندي الفورميشن هنا هي السوليوبيليتي فورميشن او السوليوشن فورميشن. فده ان نعمل انواع الفورميشن هي تبع نفس النظام بالزبط. بالزبط. ولا كاين فيه ايه اختلاق. احنا عارفين من زمان ان like بس ما نعرفش ليه تمام يعني احنا نعرف ان البولر مثلا البولر يدسولف بولر والنون بيدسولف ايه نون بولر تمام فليه لا بيحصل اساسا خلينا بس نعرف بس نعرف الستجيل بتاع التسوليباليتي ككونسبت عبارة عن ايه التسوليباليتي بتبقى عبارة عن السيبراتيك بتاع السوليوت انتو اندفيدول كمبوننطس يعني عند السوليوت بيبقى عبارة عن حالة سوليد او ليكويد او جاس تمام موجودين ايه كده تمام وبيبقوا متجمعين مع بعض تمام والسولفنت بيبقى جنبه بيبقى كمية اكبر بكتير وبيبقى وارد ايه متجمعين مع بعض فالسيبراتيك بتاع الاثنين الاثنين يتفكوا يبادعون بعض تمام يعني افك السوليوت وافك السولفنت بعد كده اميكس او التزمتو ايه تو انتر اكتو جزر بقى ان الالمنس اللي هنا تروح تنتر اكت مع ايه الحاجات اللي هنا وهكذا تمام ويدوب جوا بعض يعملوا في الاخر ايه حاجة دي يعني تمام فاللي تشينجي اسشيتد بسيس فورميشن طبعا اول حاجة ديت الاتش وان تمام وديت الاتش تو وديت الاتش سري الاتش وان والاتش تو والاتش سري دي الهيت اللي بتدخل او بتطلع احنا ما نعرفش تمام سبريتي اولاتش ديت احنا ما نعرفش اmons هل بدخل بسيس في الحاجة حاجة ديت الاتش ديبه او الاتش تمام وديت بالنسبة للميكسش처� او option تمام سيليشن فورميشن هل ده بيطلع لي بوسطف ولا يعني مسلا هنا في الانرجي تمام انا كان عندي ستو سباريتد اخد الاتش وان والاتش تو كان الاتنين بوسطف تمام فاطلعنا بالليبل بعد كده الاتش سري كانت نيجاتف اوي فانزلنا خالص تحت فنت ايه النتة هو الاتش سوليوشن هي نيجاتف رقم معين معنى ان هي نيجاتف النهية ستيبل او الاناس ستيبل اكيد ستيبل تمام يعني بتزيد لما انا عشان دلوقتي السيستم بتاعك ان هنا بقى هنا فانا وصلت لجراوند سيت اكتر تمام يعني انا جراوند باسمج الراكشن ده جراوند تمام باسمج كمباوند بتاعي جراوند او وصل لبوتنشيل اقل فالبوتنشيل اقل ده معناه ان هو ستيبل اكتر تمام لكن مسلا هنا عندي الاتنين اتش وان واتش تو عليوه بس الاتش سري نزلت بس مش بنفس القادر مش بنفس القادر او حتى اعلى من حاجة بسيطة زي هنا فنزلت باقل من القادر بتاع الاتش وان زي الاتش تو فبالتالي السيليشن اللي عندي بقى عندي بوتنشيل اعلى فهل في سيليشن هي تند ان هو يروح من هنا ل هنا لا اكيد تمام فسيليشن ده دازنت فورم اه انت عندك دوت فورم عادي تمام لكن دوت دازنت فورم ليه عشان البوتنشيل ده ايه علي علي في البوتنشيل بتاعه فما فيش اساسا بيتند ان هو يروح لو تنشيل اعلى طبع تسالني حاجة الان اي سي ايل ملح الطعام الطيبل صوت اللي احنا عارفينه كلنا اه مش بيدوب تماما يعني ايه مش بيدوب تماما يعني الاتش وان زاد الاتش تو زاد الاتش سري بيساوي بوزيتف يعني انا لو جامعت قد الاتش وان بتاعت الان اي سي ايل يتفاك بياخد سبعمية ستة وتمانين كيلو جول تمام الاتش توزاد الاتش سري اللي هي الهيتوف هيدريشان نيجاتف سبعمية 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 ثمانين فكده النت كام لما اجمعهم كلهم هتبقى ثلاثة كيلو جول بير مول يعني بيحتاج حرارة برضو بيحتاج حرارة صغيرة قوي بس محتاجها ان هو يعمل السوليابيليتي ده فازدائي الان اي سي ايل يعتبر سوليب القوي تمام وعنده وهو عنده بوزيتف السوليبي تمام ده بيرجي على حاجة هندرسه اكتر في الساكن لو في سيرمو ديناميكس تمام هي اسمها الانتروبي او الميكتشير ستيت تمام الميكتشير ستيت انا دلوقتي لو جبتلك كارتونة تمام فاصل بيها كده تمام فيه كور هنا تمام كور حمرة وعن ناحية الشمال تمام كور زرقه تمام وشلت الحاجز اللي في النص ده شلت الحاجز اللي في النص ده وخلته ورجيت الكارتونة هيتحاول لايه يعني لو شلت الحاجز اللي في النص ورجيت الكارتونة تعالى كده او نعمل ادي ايه شوية كور اه ادي كور زرقه وادي الكور الحمره في النص وحواليها معيها اهو كده تمام كلهم بقوا مع بعض فده اسمه الميكتشير ستيت الميكتشير ستيت اساسا ليها قوة بتاعتها ايها القوة بتاعتها يعني قال لأ انا مسلا في المنظر ده اعرف ارجع كور للمنظر اللي فادة تاني تمام لا ما اعرفش ارجع للمنظر بفادة تاني وده يرجع لالتندنسي بتاعت اي سبجيكت ان هي تزود بتاعت وجودها تمام يعني عندي في المنظر ده في المنظر ده اه طبعا بتاع المرياضة هيتهموني اكتر في حيطة ديت انا عندي مسلا هنسمي دي كرة واحد ودي كرة اتنين ودي كرة تلاتة فالي موجودة في الفراغ اللي انا ممكن ابدل فيها واحد مكان اتنين واتنين مكان تلاتة وكده ابدل كم كرة مع كم كرة وهنا نفس الكلام ايه الاحمر في الاحمر لكن هنا اقدر ابدل الاحمر في اللي ازر او في اللغزر فكل التمام فانا عندي هنا ابشانز اكتر لتواجد المادة فالفراغ عندي اوبشانز اكتر لتواجد المادة فالفراغ ودي ات حاجة محبزة تبقى لقانون الانتروبي في الساكنل هو في س légناميكس يعني ودة هم ادني اي س Bertrandون نادا تمام او هنعرف عنه نبزة في ساعيتها لقول ابني اتنين سي بتاعت الانeauautre ان وهو يبقى في ميكسشر مش اه يعني هو دلوقتي اتفاك تمام انا دلوقتي عندي الان ناس ال التفاك في الميا تمام هو خد عارف ياخد جزء من الانرش دي واتفك مش هارف يرجع تاني واللي تفك ده هيفك غيره فهيعمل ميكسشر هيعمل ايه؟ هيعمل التفكك ده بشكل تلقائي فهي اي نعم بوزتيف وده طبعا مش قعدة عامة يعني ده بالنسبة للن اسي ال ده حالة شازت تمام؟ فبالنسبة للن اسي ال فهو التندس بتاعت الميكسشرينج او ان هو يكون ديستورتد في الفراغ ده بيخليه بيخلي نجيب بعد كده للتيبل اللي بيوضح لنا لو السليوشن هيفورم ولا مش هيفورم دلوقتي انا عندي بولر مع بولر بولر مع بولر محتاج لارج كوانتيتي تمام يعني لو حاجة زي الان اسي ال شايف كمية الطاقة اللي هي بتحتاجها عشان تفك لارج كوانتيتي في اتش وان و لارج فور اتش عشان باردو الميه دي بولر تمام في عدد رجين بومبي ازاي هتتفك لازم لارج باردو كوانتيتي بس الاتش سلي بتبقى لارج قوي بقى تمام يعني الان اسي ال مع الاتش سري بتبقى كتيرة قوي تمام لارج نيجاتيب تمام فبالتالي الاتش سوليوشن بتبقى سمول نيجاتيب او سمول اي بوزتف فحاجة بسيطة يعني فبالتالي السوليوشن اي بيفورم تمام السوليوشن عندي بيفورم لكن في حالة النون بولر النون بولر الموليكلز بينها فاندرفيل فورسز فمش محتاجة انرج كبيرة والاتش تو بس الاتش تو بولر فمحتاجة انرج كبيرة فبالتالي بتلع الاتش سري ايه بسيط تمام ان الاتش سري عندي ايه الفورميشن بتاعي مش قوي اوي طب ما انا ده مش جاذب دوت فمفيش بوتنشة الاقل ولا حاجة تمام ممكن يكون بسيط بوزتف او نيجاتيب تمام فانا بالتالي عندي لارج بوزتف ده بسبب ايه بسبب ان الاتش تو محتاجة بتتفكب حرارة عالية اوي فبالتالي السوليوشن مش بيفورم تمام عشان عندي بحتاج حرارة اكتر بكتير من اللي داخل من اللي طالع تمام انا عندي حرارة داخل كتير اكتر من اللي طالع فبالنسبة لحاجة بتحصل من غير تدخل فده مش هيحصل في الطبيعة حاجة ننبولر مع حاجة ننبولر بيحتاج عشان يفك عشان يفك السوليد وسمول عشان يفك السولفنت وبيطلع لحاجة سمول فبالتالي بيبقى ايه سمول بوزتف او نيجاتيب فالسوليوشن بيفورم عادي ده بالنسبة للننبولر موليكولز اما بقى لو انا عندي بولر سوليد بيحتاج لارج كوانتيتي اف انرجي عشان يفك وحاجة ننبولر فيه فاندر فورسس مش بيحتاج انرجي قوية فبالتالي بتبقى سمول سمول الاتش سري بتاع الفورميشن طبعا بما ان حاكتين مش شبه بعض فبيبقى برضو سمول من زي ايه حاكتين شبه بعض بولر فبيلار جي نيجاتيب حاكتين شبه بعض بوزتف او نيجاتيب بس اسمها سمول بوزتف او نيجاتيب تمام فبما انه كل سمول فايه فالاتش سوليوشن بالنسبة لي هي اهم بحاجة تطلع ايه سمول لكن انا هنا طلعت لالعجي بوزتف بسبب ايه بسبب الاتش وان عشان مجموعة ده كله هيبقى كبيرة هي تطلع لارجي بوزتف بس فالتالي مش هي فورم في حالة ايه الن بولر نن بولر وهيفورم في حالة البولر بولر عشان كده كنا دايما بنقول بولر دستولف بولر ونن بولر دستولف نن بولر بس ان كنا نش عارفين ليه ده بيحصل تمام فادينا كده عارفنا الانتر اكشنز اللي بتحصل عشان تخليه السوليوشن ده يتمن ويوا ندخل بعد كا شبابا على اللي بتjekط علي انا عندي ثلاثة اصاصية بتاص거든요 11 أول حاجة هي لا يوجد كثير يعني لا يوجد كثير بس هي عبارة عن حاجة مثل فيتامين اي و فيتامين سي فيتامين اي واضح من شكله أنه هو نون بولر على عكس فيتامين سي فيه اكسجين و هيرجين في هذه الحاجات تبقى اسمها ايه؟ الأوتر الأوتر موليكولز تعتبر بولر 별ه أو فيها نسبة بالتاني How to dampen وينظر فيها اعتبر الكثير فيتامين سي بالنسبة للفيتامين الموجود انها يضاب ل입تى الحاجات النون بولر كالamine Fats الحاجات انها هي البولر اللي هي البولر شوية. فالستركتشر بتاعي سواء كان آآ يعني مدي اللي هو شكل قوي او شكل مش نون بولر ده بيأثرلي على تمام? انا عندي الحاجات البولر بتدب جوه المية اصرع عليها عشان هي بولر تمام? بديهة تمام? آآ وعرفنا كده من الصلاة اللي فات ليه البولر بيدب جوه ايه? البولر والنون بولر بيدب جوه لنون بولر وهكذا. بس بتاعها بيفرق تمام? وده عرفنا من الصلاة اللي فات. تاني حاجة هي بالنسبة للجازز تمام? يعني بتاعتي الجازز يعني بالنسبة للليكوود والسولد انا هي تقصر قوي تمام? لكن بالنسبة للجاز بقى فلا الجاز بيفرق قوي في الآآ تمام? يعني انا زودت الآآ على جاز الجاز هيقلل للفابر وهيزود لي ايه? السوليب الووتر اللي جوه تمام? حتى فيه كوننو اسمه هنري بيقول لي الكنسنتراتيشن آآ يساوي الكي في الايه? في الآآ في الكنسنتراتيشن طبعا بتاع الآآ ديسولفت جاز تمام? الكنسنتراتيشن بتاع ديسولفت جاز بيزيد مع اآآ زيادة البرشور بنسبة ايه بتناسب كي تمام? ده كي ده كوننسنتراتي تمام? هنرزلو هو مش بيجي كتير بس ايه? حلو اللي انت تعرفه يعني فديات الريليشن بين البرشور والسوليباليت بتاع ديسولفت جاز تمام? عشان لما بقلل المساحة هنا في بيزود الكوليجينز بتاعت الموليكول زبع ده وبردو ايه الكوليجينز بتاعت الموليكول والسطح فلما يحصل بيزود الكوليجينز بين الموليكول والسطح بيحصل فيه حاجة اسمها سيرفس تنشن تمام? انا عند عالسيرفس في موادي يعني مثلا هنقول هناخد ان ده مية تمام? فالمية تقول لك بس ده انا مستددت ليدك تعال ايه ارجع تاني سيليشن فاول ما يتآآ ييجي مع السيرفس او يتلامس مع السيرفس الكوهيجين فورس بقى ايه? بتقوم بالواجه بتروح ساحب ايه الموليكول ستعت المية تاني لجوه تمام? ده بالنسبة هي الم surge في مواد Punch الحقيقة الاولاني مع الشقق الاولاني مع الجاز والشقق التاني مع Month paar here ده تبعه واضح الفرق ان الجاز الصوريبيلته بتحت بداخله لماذا بازاود على عاكسcor عشان 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 هنا بيبقى فيه اتنين ميكانازم تمام انا لما زود الحرارة بزود سوري بقلل باكسرها باكسر فعاليا فانو عندي غاز دايب جوه المية او غاز دايب جوه الحاجة بتتفك البوندوس بتاعته تمام انا المية عندي الاكسجن بيتفك من المية عشان كده الورم موتر الورم موتر بيبقى فيها نسبة اكسجن قل هاز لس اكسجن تمام يعني المية الدافية حتى هتلاقي فيها المية الدافية كان اه كان من الحاجات اللي بيستعملها في المصانع النووية بالزات ان هما المصنع النووي طبعا بيحتاج درج الحرارة قوي فبيعالجوا الويست وكده بان هما يعدوها في مصورة على البحر على طول فالمية كان بتسخن جامد تمام المية اللي ما بتسخن جامد بتبخر الاكسجن اللي موجود فيها تمام فده بيخلي الكائنات الحية المعتمدة على الاكسجن اللي موجود في المية تموت فالسمك حرفان كان جامل مصنع كان عايم على وش في المية بكل ايه ميت تمام وده كان واضح قوي كابليكيشن يعني على اه بتاعت الجهاز جوه المية تمام فالسوليابلتي زي ما انتو شايفين بالنسبة للجهاز بتقلي وعرفنا بتقلي ليه طب بالنسبة للسولد ليه بيزيد الجهاز بيديفيوز بيحاول يطلع لفوق تمام الدينس بتاعته اول ما تفك من ده اول ما فاكنا البوند ياللا انا عايز اطلع السولد بها هيعمل ايه كده كده هيترسل تحت يعني لو المية تبخرت كلها السولد هيترسل تحت فانا عندي لما زودت درجة الحرار زودت الاسبيسس بقى عادت زودت التخبط بتاع الاتومز وبعضها تمام الاتومز وبعضها وساد فا فتح لمساحة لسوليد في النص تمام فالسوليد بدأت تلاقي مساحة اكتر لنفسها في النص فبالتالي طبعا ده ان لو تتبخر مية لو قلت الكنسنترشن بتاع السولفنت وطبعا بالسوليابلتي بتتناسب برضو مع الكمية بتاع السولفنت تمام يعني انا عندي كمية مية اخرها حد معين في السوليابلتي عادت اضيف سكر 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 لحد ليه معين مش هتدويب لسكر تاني عشان كده بيقى المية ساتوريتد تمام فانا هعتبر ان انا معندش اي مية تبخرت تمام فانا زودت درجة الحرار زودت الاسبيسس اللي فيها ايه اللي ينفع الشجر يدخل جوه فانا لو عندي اساسها المية ساتوريتد وعايش شوية سكر اخرانيين اخرانيين سوري يدخلوا فى النص ازود درجة الحرار شوية هلقى السكر داب لما اندركت الحرارة تبرد هلاقي السكر يترسل تاني تحت تمام فده برضو ايه من اللي بتأثر لي على السوليابلتي بس فانا كده عارفت ان انا عندي تلات حاجات سواء كان بولر او نون بولر ده بيغير لي السوليابلتي بتاعت اتروح لحاجة بولر ولا حاجة نون بولر ده مع بولر تمام وده مع النون بولر تمام نفسك هنا بقى بالنسبة للجازز لو زودت بيزود الاحتكاك مع الصفحة اللي احتكاك مع الصفحة هي ايه زود يرجع لي ايه الحاجة زي ما كانت تمام اما فهي اخر حاجة دي فيها عشوقين شكر اللي بتعمل مع صفحس او y���و solider فيfree liquid او او انها دايو الجاز او الجاز الذي ضيف ج стороны بالله بتقل. بينامي بتزيد لحد درجة معينة. طبعا معدل ومعدل تمام دول دول بقى بيزيد. لحد برضو معين. بعد الليمت ده بيقل. تمام? آآ دية نقطة تخلي بالك منا. نضغل بعد كده يا شباب على تمام? والفيبر احنا كنا اتكلمنا عنها بس ايه نغير اللون القلم ده. عشان مش شايفه. بجد انا مش شايفه. وبعد كده هاتلي اللون بقى نفسكي. تمام? آآ بقى يا شباب. هو عبارة عن ايه? احنا لما اتكلمنا عن قلنا هو نسبة الغاز اللي متجمع فوق السطح. عند درجات حرارة معينة. وعرفنا ان بتأثر فيه. بتزويد للفيبر بريشر عشان ما يبخر اكتر. وعرفنا ان هو بتاعت الموليكولز ديه برضو بتزويد للفيبر بريشر. المولر ماس بي ايه? بيأثر لعا الفيبر بريشر. الانتر موليكول الفروز بتأثر لعا الفيبر بريشر. تعالي اللي ستوم كده. يبقى الفيبر بريشر. الفيبر بريشر. فاكترز. كانوا ايه? كان المولر ماس. المولر ماس. المولر ماس. الانتر. موليكولر فورسز. موليكولر. فورسز. كانت الفولاتيليتي. فولاتيليتي. تعتمد على الاتنين اللي فوق. كانت التنبريتشر. تمام? تم. ريتشر. تمام? هكذا كانت حاجات كثير بتأثر على البيور بريشر. تمام? اما بقى هنيجي الكونتفت جديد. البيور بريشر اوف سيليوشن. ده طبعا كل ده كان ببيور بريشر بالنسبة لبيورووتر مثلا او بيور اي حاجة. تمام? لكن بالنسبة لسيليوشن. قادل الوقت ما بقاش عندي مية بس. عندي مية وحاجة. مية وملح. مية سكر الماء أساسا قل يعني عندي ماء غير غير أن يكون عندي جديدة يعني عندي بسبب بسبب ناسل مثلا يعني هنفترض أن نحن الماء مع ناسل يكون عندي جديدة إحنا قلنا أن تقلل أو تزود يتقلل يعني الملكل زادت فأنا دلوقتي دخلت والآيونيك بوندنج أقو من فبالتالي أتتوقع الفيبر تشير هيقل ولا هيزيد ده غير طبعا أن أنا قللت البورشن بتاع الماء قللت البورشن بتاع الماء وجوه سيليوشن الماء كانت مية في المية الماء لا الماء بقى في نسبة بقى في نسبة دلوقتي الماء مثلا بقت سبعين في المية تمانين في المية تسعين في المية مش مية في المية المهم يعني تمام؟ فبالتالي ما بقاش عندي نفس الكمية اللي هتطير في وجود المية في المية أنه عندي الوقتي كمية مية وليكن هكذا وكمية مية وليكن نصها تمام؟ ده هيبع عنده ثلاثة أربعة وده هيبع عنده تمانية اللي هي نشف ان ده كمية أكتر من ده فبرضه الكمية عندي بتفرق بس بتفرق بشكل ايه؟ احنا قلنا هي مش فاكتور يعني كمية المية مش فاكتور بس فاكتور امتى لو نفس الكمية لو نفس كمية المية بس في وجود سوليوت سعيتها الكمية تقل فان سعيتها تقول ان كمية فاكتور في وجود solide ستجد نسبة الماء قلت بوجود solide بوجود solide هي تعتبر فاكتور عشان عندي solide نسبة لما تزيد نسبة الماء ستقل فهذا فاكتور معي دلوقتي بقى فاكتور اعرف اتحكم فيه لكن قبل كده كانت ممكن ازود الماء اصلا زود الماء هي بيور زود الماء البيور عادي لكن هنا ازود الماء ازود الماء فاقلل solide ساعتها ايه اقدر اتحكم في حاجة وغيرها في نفس الكمية يعني عندي كمية وليكن كذا عشان اوضح اكتر بردو ايه النقط اللي بيكلم فيها عندي كمية كذا في عشرة في المية منها solide اهيت مثلا ولي تسعين في المية منها كذا لو انا خليت العشرة في المية ديت خمسة في المية وخليت المية خمسة في سعيد هزود الماء في المية شايف انا ما غيرتش الكمية بتاعت السوليشن ككل بس غيرت النسب بتاعت الحاجات اللي فيه فبالتالي بقت الكمية بتاعت المية ايه فاكتور لكن انا في القبل كده ما كانش عندي حاجتين بغير فيهم عشان اه اغير الكنسنتريشن واريت تفهم من حيتي دي كويس عشان ديها تفرق معاك انا ببقى تمام؟ فمن غير ما نطول فيها اسينك ان انت فهمت خلاص انا دلوقتي بقى عندي فاكتور جديد بسبب وجود الامنت تاني معي تمام؟ طب ايه السورة اللي فوق العجيبة ديت يعني ازاي المية هتتطاير تروح لسيليشن تاني بره تمام؟ ودي علي فكرة هنعرجها اكتر في الاسموتك بريشر يعني وكده هي لها عليها شابه الاسموتك بريشر تمام؟ بس tour ظاهله delivered Wasser مبدئيا نحن عرفين ان البيور متبار جديد Centre بتاع البيور وووتر واللي يكن هتطلى علي 50 م وباقرة ولكن الاتنين نفس الحجم بتاع السيليشن هوا تمام؟ البيور ووتر هتطلل ليه 50 موكول مائة فوقية تمام؟ بينما اللي مش بيور ده هتطلى علي عشرة تمام؟ فالاتنين موجودين في نفس المكان. الاتنين موجودين في نفس الكنتينر. فالبيبو بريشر عليهم هما الاتنين. فده مطلع خمسين وده مطلع ايه عشرة. تمام? فالتوتل هنا ستين. ستين موليكور. فطبعا الستين دول بيعملوا هنا وهنا. فالبتاع اللي فيه اه اللي مش بيور سوري او اللي هو قال لك الوضع ده مش عجبني. انا بتاعتي لازم يكون عشرة. فراح يوعد يسحب في الستين دي. يوعد يسحب في الستين دي. يوعد يسحب في الستين. والمية تطلع بقى تقول لأ انا عدى لخمسين. هو سحب لي قاعد يسحب من ستين لحد مصطلع الاربعين. لا المية لبيور انا عدى لخمسين. فتروح ايه مطلعة تاني تمام ودي تروح سحبة تمام دي تسحب تسحب ايه ترسبها عندها ودي تروح تلع مطلعة ايه تبخرة ده يسحب وده يبخر ده يسحب وده يبخر لحد ما المية كلها تتنال ايه تمام المية كلها تترسب جوه ايه السوليوشن والبيوروتر تختفي تمام انت لو عملت التجربة زي ديت فعلا هيحصل ده تمام فديت يعني مش مش صور وكلام افلام يعني بتاع تمام فانت عندك دلوقتي فرق خلى عندك انتقال من المية على فكرة بيقوم عليها مشاريع يعني تمام فما تفتكرش ان ده منظر عويد يعني تمام فما علينا يعني بس فانا مسلا عندي اهو الجراف اللي انا قمتلك عليه انا الوقت عندي زيرو فريكشن من المية تمام زيرو فريكشن سولفن مع صفر سولفن فبالتالي ما عنديش عندي واخد ايه مية في المية ازاي يعني دلوقتي احنا قلنا خلاص بتاع السوليوشن هيساوي المول فريكشن بتاع السولفن في ايه في بتاع السولفن البيور تمام يعني مسلا عن درجة حرارة الغرفة البيوروتر عندها اربعة عشرين منت اربعة تور تمام بس ده بالنسبة لو انا عندي مية في المية مية بس انا ما عنديش مية في المية مية انا عندي تسين في المية بي. طب احرف ازاي انا تسين في المية من المول فريكشن. المول فريكشن بيجيب لي نسبة المية لنسبة السولفن المول فريكشن بتاع السولفن عبارة عن ايه? عبارة عن ان سولفن. تمام? على الان سولفن زاد الان سوليت. ويلي بستعمل الان عشان عندي هنا البرتكالز ماترز مش الماس تمام انا عندي البرتكالز هي اللي بتأثر معايا مش الايه يا روبي مش الماس الماس مالش تأثير قوي تمام في الاكويجن دي انا عندي هنا اللي بيأثر نمبر اف مولز بس فانا عايز اشوف نسبة المية كام بالمولز لنسبة السولي بس فكل ما نسبة السولف انت هتعلى كل ما هيقرب للبيور يعني عندي النقطة ديت يو البي نود تمام البي نود سولبنت اصلا تمام عشان عندي هنا بيور سولبنت اسا سوف انت واجهة لما يكون المول فريكشن بتاع السولفنت واحد المول فريكشن بتاع السولفنت consultation واحد ازاي معناه ان انا عندي مافيش سوليوت اعطبق انا ما عنديش سوليوت. سفر سوليوت. تمام. فواحد فايه انه سولبنط عليني السوليفن بكام بواحد. خلاص. فايه? فديت من اللي بتأثر معي على ده فاكتور جديد اضاف عندي ده هيبقى تمام? ده اثار لي على برضو. نيجي بعد كده على معنى ان دلوقتي عندي حاكتين مع بعض. لا هو سوري مش معنى ان عندي حاكتين. انا مسلا ممكن يكون عندي يعني ناخد كيس تانية عشان نعرف نشرح الان يعني افو كان مانا ازا سلوشن. انا دلوقتي عندي في ان اي سي ال. واتشي سي ال. عندي حاكتين دلوقتي بدا الحاجة واحدة. فبالتالي بجيب ايه بجيب تمام? عندي اتنين سلوشن. البي توتل تمام? هيساوي البي ايه في المول فراكشن ايه زائد البي بي تمام? زائد المول فراكشن بتاع البي. حاكتين بيطيروا. يعني اتنين حاكتين بيتطيروا تمام? انا عندي بدلا ما كان عندي سوليد. سوليد مش هيتطير يعني مش هقصة مش هقصة. لا انا عملت اتنين سلوشنز حطيتهم مع بعض تمام? حطيت الاتنين سلوشنز مع بعض. اتنين سلوشنز عندهم نسبة تطير مختلفة. وليكن مية وتلوين ايه. مية وتلوين. المية في درجة الحرارة نسمي المية هي ايه تمام? المية هي ايه? عن درجة حرارة الغرفة المية بتاعها سوري. سوري. اه كتبتو في المكان الغلق. اه البي بتاع المية عام؟ عام تمام? المية في المية. اهو هنا نشوف الرسم الليiage هنا دي. لو انا هنا هنزود المول فركشن بتاع الايه? وهنا هنزود المول فركشن بتاع البي وتعود المول فركشن بتاع الايه? هنا صفر. المول براع ايه هنا?سوي زيره. ما بتاع كله بتلوين بتاع بيور تلوين هنا بيور تلوين طب انا عندي هنا بتاع البي صفر تمام اللي هي بتاع التلوين فعندي هنا بتاع مسلا ده طبعا امثلة يا شباب ده مش الجراح بتاعهم ايه في النص بقى بيبقى ما بينهم بيبقى ما بينهم في ده زائل في ده كأن نسبة A فيفر ايه زائت نسبة في فبس فده معنى القانون الحرفية, انا انت تدرب نسبة possibilities ولا يكن لو نسبة ايه 70% فانا هيبقى عندي خمسين في المية من الرفوgendو بس ده بسيطة يعني انا عندي لماذا هو العز Princi 40% الطعام ب cele acute 24% يعني انتما كان عندي 100% سطع ال 24 و 4. انتدرى قولة عندي 50% هتطلع لي اتنشر وبوينت اتنين خلاص يعني سهلة تمامي نفس الكلام ждt1 انا عندي تول assessmentcost onелен انا عندي ربع تشعر بوينت 5 لو عندي خمسينت في زلت一個 طلع الي سبع بوينت 2 5 بس سهل فالموضوع بسيط يعني بدرب بالنسبة 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 بالبحث paniure فدهة دي راولزرول راولزرول تمام دي راولزرول وده دي راولزرول بس ايه ديت لها واة تمام. دي اتل ايه. اه ممكن كمان قعد زاد ايه? اكترا. تمام? تمام قوي. طب انا دلوقتي بنسبق لن ايديل سليوشن معناها اي؟ معناها انا انا بفترض وانا بعمل حاجات دي ان انا مافيش انتراكشن مبين اي وبيه خالص تمام? انا ماعنديش انتراكشن مبين اي وبيه. طب لو انا عندي تر اكشن حلو ما بين او بي يعني مثلا الان اي سي ال مع المية الان اي سي ال مع المية بيزود الانتر موليكولر فورسز تمام او مثلا المية مع التلوين يا اخي انا افترض ولو ان ده مش حقيقي ان ما بينهم تجازب تمام بينهم تجازب يعني ايه يعني انا هقلل الانتر موليكولر فورسز لو زودنا انتر موليكولر فورسز هيقلل ده اللي بيحسر على العموم ده الخط الخط الدايش ده هو الخط الايديال تمام بتاعي تمام هنا او هنا فانا لو عندي بوزتف ديفيجن تمام ده بوزتف ديفيجن بوزتف ديفيجن معناه ان انت تعرف ان ايه الانتر موليكولر فورسز فيه تنافر او ضعيفة ج wand horizon تمام ده الانترميليو اتنين مشتائين بعض عايزين يترب اي شكل فهتلاقي الفيور بريشر عالي لكن لو اتنين طائقين بعض وبيحبوا بعض موتوا ودايبين فده بديد بعض هتلاقي ايه الفيور بريشر بتاعك بيقل عن تمام فتلاقي دايما ايه الجراف بتاعك واخد الكيرف اللي تحت ده عشان لو جاب لك الصورة دي وجاب لك الصورة ديت وقال لك ده ايه في ديفياجن وده بسعب ايه يعني توقع لي الاتنين اللي هنا فانت تجيب اتنين تجازب سهلة هنا هتجيب اتنين مش بيدوب مع اعنى حاجا مش لايك هنا هتجيب لايك دصلبطätter هنا هتجيب حاجة مش لايك اتجيب حاجة مش لايك بولر مع نون بولر او نون بولر هو حدثة تمام هي العكس اتجيب بولر مع بولر او نون بولر مع نون بولر فهتلاقي aí ايه بس في ده كل حاجة ببساطة من ال كيميستري مع الصعب؟ تمام واللي انا مش بحسيتك ان هي سهلة لا هي فعلا سهلة بس يجد ايه دات ت frühصغيك ان ايهم معلومة مجردة. انا بحاول يكونكتلك اللي انا اعرف عمله. وطبعا في التتوريالز احنا بمتحاول نكونكت باقة كل دوت بالاسئلة. تمام? بس انت محتاج ان انت يبقى عندك على طول ما بين الكونسيفشال سينج لازم والاااا بالتالي بالسينج تمام? ان انا ما يبقاش ده حاجة خالص بعيدة وده حاجة خالص بعيدة تمام? انا عندي ايضا هيا بتاعة دي اعرف استعملها في ايه. اعرف استعملها في انها عندوا مقارنات استعملها اعرف استعملها في ان ل가� عندي معين هتقصر FUCK zanar cuzor يجب سلع Municipal اللي هتهثني على النتيجة تمام واللي الي حيانا هترتبط بدخ spirits مقاما عتم ايه زي ال Vibre Pressure of Solution اهو تمام فأنا مش عايزك تحفز القانون عايزك تفهم القانون قال ليه بضرب المول فراكشن في ال B solvent عشان اطلع ال B solution تمام انا بضرب المول فراكشن عشان انا عارف ان الميا هنا مش كاملة مش نسبة كاملة تمام بضربه في ال pure solvent عشان ما عنديش كمية انا عندي الكمية مية في المية بس مش pure solvent انا عندي 90% بيور فبضرب بقى في النسبة فبضرب في 90% بضرب في كده من البيور بس انت كل حاجة ببساطة ولو انت عندك البيور في الوقت في الكمية بتاعت تسين في المية ايطلع لك نفس الكمية بتاعت يعني دلوقتي عندي سيليوشن اهو تمام ادي الوزن بتاعه وعندي بيور سولفنت اهيت تمام ده هيطلع نفس الكمية بتاعت عشان هنا هنا اتلاقي الخط بتاع السوليوشن كده تمام اتلاقي ده كده هنا الناسبة دي كلها التمام فعندي وولوتر ايه نفس الكمية فبالتلعس على قط النشط بايور بس هنا انا عندي كمية كبيرة انا عندي كمية كبيرة قوي بس مش كلها في منها اي نسبة افهم مش تحفز القانون مش عايزها تحفز قوانين افهم القانون ده بيقول ايه بس فده كل حاجة ببساطة ببساطة جدا تمام ده بالنسبة لنضخل بعد كده شبابة على وهم على فكرة مش بيحصلوا في مختلفة لا الاتنين بيحصلوا مع بعض تمام يعني عندي لما بيحصل في بيحصل كده كده في بيحصل بيحصل بسهب ايه اه دلوقتي عندي اه حاكتين تمام حاكتين دلوقتي هنشرح منهم الاليفيجن دلوقتي انت لما في اوروبا والدول اللي ساعة شوية ديت طبعا المثل ده تحرق تحرق حربية من كتر ما اوقت قالي دلوقتي بيبقى الارصف عليها ايه عليها تلج تمام التلج ده عشان يدوبو بيروشوا عليه ملح تمام ده اول سيناريو عندنا جميل تاني سيناريو ان في العربيات بيحطوا جوه التانك بتاع المية في الشتاء برضو ايه في الدول الاوروبية اللي هي ساعة قوي بيحطوا حاجة اسمها انت انتفريزنج ماتيريال تمام انتفريزنج ماتيريال دي عبر Regent ممكن تكون ملحة عادية على فكر تمام ايه مش مش مادة غريبة تمام المواد اللي بتضاف سواء كان الملح اللي بترشي على القرصف ده تمام عشان يخلي التلجه يسيح اور الملح عشان يخلي الى سرق المية ما تتجميتش ده مش بيفكرت بحاجه تمام او مش بيبينلك حاجه بيبينلك ان الملح لما انا بضيفه بيخلي بتاع المية يا اقل تمام يعني المية optimize مايرت الجمل عند صفر لقت الجمل عند نيجاة في اربعة مسلا. تمام? فلما رشيت التلج ورشيت على الملح على التلج تمام? والدرجة الحرارة نجد في اتنين. تمام? بس. فالمية زابط عشان المية يعتبر آآ لسه موصلتش للفريزين بوينت الجديدة بقى. تمام? فده مسلا المسلا بزاع الرصيف. طب بالنسبة للعربية آآ نفس الكلام انا للوقت العربية التنكي بقى زيرو. انا مش عايز يجمل عند زيرو. انا عايز المية تفضل ايه? مية حتى عند الزيرو. تمام? وكمان تحت الزيرو. فبحط لها او متيريال عمزة. ايه الماتيريال دي? ايه صفاتهم? اي نون فيولا تايل سوليوت. تمام? اي نون فيولا تايل سوليوت. بيعلي آآ بيليفيت البيليفيت عمزة متاع ايه السولف انت اللي بتحط فيها. يعني مسلا بص على ده انا ده مية مش فيور. مية حاطس فيها ملح. تمام? فالنون فيولا تايل ده بيقدي لي ايه? الوجود الملح في المية بيزود زي ما احنا عارفين. تمام? فالنون فيولا بيتقلل اللي هو بيتالي ايه? انا ايه كلمة يعني ايه بويلين بوينت? يعني ان تمام? بتاع الفيبر بتاع المية يساوي الاتموسفيريك بريشر. فالغاز كله ايه? يتبخر. تمام? انا دلوقتي قللت الفيبر بريشر. فبالتالي هعمل ايه? هتطر ان انا ازود حرارة كتير قوي. عشان اوصل للفيبر بتاع الاتموسفير. فبالتالي اعمل ايه? ازود البيولين بوينت. اخلي درجة الحرارة البياء اللي بيوصل فيها ده اعلى بكتير من الدرجة العادية. تمام? فده البيورووتر ادي الكيرف بتاعه. بيبقى سولد 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 لحد هنا. تمام? ده التريبل بوينت. تمام? ده يجد عنده الفيزا جرام عادي. تمام? ما حدش. تمام? فادي الفيزا جرام. الخط ده بتاع الفيبر بريشرد. ويند مية عند ميت بيتبخر. تمام? لكن عندما بوضيف سولد. ده يتشفك انه بياخد شيفت ايه? لوره كده. تمام? بياخد شيفت الوره ولتحت. تمام? يعني شيفت ايه? ياخد ال定ريكشن ده. تمام? فكلما بيزاوب بعمل في الالتريكشن ده. اه بقى عندي هنا هو السولد سولد سولد لحد ايه? ال FOI التاخرت كده. تمام? عندي البيولينبوينت بقت هنا. تمام البيولينبوينت بقت مي language وخمسة. وعن الفريزن بوينت بدل ما كانت هنا سفر. تمام? بدل ما كانت سفر. تمام? بقت عند الا ايه? بقت عند مسلا. وكزا. تمام? ف الدلتا تي بي او الدلتا تي بي اللي هي بتاعة البويلين بوينت دي بتحسب زي بضرب في الكي بي. الكي بي ده بيكون استنتظمه مولة بتاع البويلين بوينت. وده مولة بتاع الفريزن بوينت مش عارف ايه يعني كنسنترشن كده ليه اسم مولوش رازم يعني. بس فبتضرب ده في المولاليتي. المولاليتي بتاعت السوليد. تمام? اللي هو المنزف سوليد على الكيلو جرام في سولون. بس يعني فايه? اه ده القانوم بتاع البويلين بوينت اليفيشن. وقانوم بتاع الفريزن بوينت ايه? اه تي بريشن. تمام? والتين بيحصل. طب احنا عرفنا وفهمنا ليه بيحصل بويلين بوينت بسبب الانترموليكي اللي فورس وانا احتاج اكسرها وانا انا انا مفروض ازاول البيبور بريشر لحد الاتموسفيري في ريشن. طب ليه بيحصل بقى الديبريشن? الديبريشن بسبب ان انا دلوقتي العبارة عن انا لما بتحاول من ليكويد سوليد انا بحتاج ان انا حط الاتمز اللي بتاعتي في تمام? 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 تمام؟ تمام؟ شكله كده تمام؟ ادي اهو كده تمام؟ وشكل ايه اه مكعب تمام؟ اه زي مكعبات التلج وهكذا تمام؟ دي بيبقى كريستل انا دلوقتي عشان انا اعمل دول بحتاج ان انا اقرب الموليكيز بقى طب انا دلوقتي بقى عندي دخيل تمام؟ بقى عندي دخيل موليكيز دخيلة دي بتعمل لي احيانا تنافر او تجازد تمام؟ يعني بتزود لي عدد الانتر اكشن زي اللي بتحصل فتكوين اللاتس ده او الفورميشن بتاع الكلوز باكت كريستل بيقل بسبب وجود الاتمز ديت لحد بيحتاجي اقل البوتنشيال اوي 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 عشان يتغلب على الانتر اللي بتعملها الاتمز ديت او الانتر اكشنز بتعملها الاتمز الجديد ديت تمام؟ فوجودة كأنه عامل زي ايه العزول كده ما بين اتنين طلعين ديت مسلا تمام؟ فده بيبقى منع ان ايه الواد يوصل البت تمام؟ بيبقى فيه عزول في النص فاااا بيبقى واحد ريخم كده تمام؟ عاية ريخم ربنا بعيد عن انا كلنا يعني بس فهو وجوده هنا بيبقى عامل زي العزول ما بين الموليكي بساطل ووتر وبعدها فمش بتاع تتكون الكريستل بشكل كامل غير لما بتقعد ايه بقى تسترس عن الموضوع تقعد تقليد درج الحرارة جامد اوي فتتغلب على وجود العزول دوت وايه ويعرفوا ايه الدرج الحرارة بتخليهم يقربوا اكتر لبعض يقربوا اكتر لبعض فايه بس يبقى عادين في السلمة بيعملوا باي لبعض ايه من ورا الواد بس فهو ده اللي بيحصل لما بنقل لدرج الحرارة بس فاااا عشان كده بيبقى درج الحرارة الفعلية اللي بيتجمل عندها بتبقى قل من ايه البيور ووتر تمام؟ عشان الكلوز باجد حصل بسبب ااا بعد ايه بعد ما انا قللت درج الحرارة اكتر بكتير من القبل كده بس فنفس القانون بالزبط بتاع البويلينفوينت هيبقى دلتا تي ساوي الكي اف بس هناك كي اف بقى طبعا كي اف والكي بي ده بيختلفوا على حسب المادة يعني المية غير اللي مش عارف ايه غير اللي مش عارف ايه غير اللي مش عارف ايه غير مش عارف ايه فتا كده كده هيدولك في السؤال او هيتطلبه منك لو هيدك البقيين يعني تمام؟ فموضوع بسيط هيدك ده او ده وتجيب له ده او هيدك ده وده وتجيب له ده هيدك ده وده وتجيب له ده بس فموضوع ايه مش معقد اوي بس فهم مهم ان انت تبقى فهم الفكرة ليه ده بيحصل؟ ليه ده بيتم تمام؟ بس فده كل حاجة عن نيجي بعد كده بقى الكونسبت بسيط وكنا شرحناه اساسا في حتة بتاع بس ايه هنا بشكل منظم اكتر تمام؟ ايه هو دلوقتي انا عندي يوتيوب يوتيوب تمام؟ حرفية نيو تيوب بس فمفصولة بمبرين بسيط وحطت هنا solution pure water تمام؟ pure solvent وحطت هنا solvent في ايه solution يعني ايه موجود هنا solution هنا نفس الكمية بالزبط نفس الكمية بالزبط يعني هنا وانا افترض خمسين ملي وهنا خمسين ملي بس هنا خمسين ملي مية وهنا خمسين ملي مية والحاجة التانية تمام؟ مية وتلوين يالله مية وتلوين خلينا نعمل شي مية وتلوين بس فانا عندي جزائيات المية هنا ال pure اقل من هنا فهو عايز يعمل تعادل بما ان جزائيات الحاجة التانية بتبقى كبيرة فمش بتعدي من الميمبرين اللي في النص ده فمين اللي بيعدي المية المية بدل ما السولد عايز يروح يعمل هو كمان كليبريم يعني هو لو لو كان هيسمح كان ده يروح هناك وده يروح هناك والكمية تبطل زي ما هي بس الكونسنتريشن هتتوحد تمام؟ يعني انا عندي لو ده واسع شوية هنا هيتند ان هو يبقى زي هنا فده المولارتة هتقل وده المولارتة هتزيد تمام؟ لحد ما أوصل له نقطه وسط المولارتة بتاعتهم وقال اتنين واحدة بس ده ما بيحصلش ه lazımimeterBrite ممبرين عشان هو مش بيعدي resulted اللي بيبقى حجمها كبير نسبية. بيعدي ايه بيعدي ايه الموليكو بت двеاطة الماء. فالموليكوbi بت dis investments مع التعدي تعدي 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 تعدي. لحد ما تعمل حاجة ايه? طبعا هي لما بتعدي هنا ده عكس اتجاه تمام? انا كده قللت هنا وزودت هنا. الطبيعة في اليوتيوب ان هنا بيبقى فيه كده اعلى تمام? هنا فيه اعلى من اللي هنا تمام? فالمية ضغطة. فالفرق ما بين او الفرق ما بين هنا وهنا ده بيبقى اسمه تمام? ده بيتحسب عن طريق اللي معادي. اللي هو تمام? في الار في ال اي اي تي. تمام? طبعا الام كابتل دي المولاريتي. الام سمول هي المولاريتي. تمام? طب تبقى في في فيه تمبريتشر تمام? 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 الار كونستانت. تمام? وهنا المولاريتي. وكده عارفنا هو عبارة عن ايه? طب ايه عن الابليكيشن عن الاسمواتيك بريشور? في حاجة اسمها ريفيرس اسمواتيك بريشور? تمام? ريفيرس اسمواتيك بريشور دلوقتي. انا عايز مية ملح عايز اخليها مية بس. فاروح اضط الاتنين في في سمي واضغط على الناحية التانية. اضغط على الناحية التانية جامد قوي. تمام? بريشور عالي. بحيس ان هو اعدلي المية بدل بقى ما هي من رايحة من هنا. طب اللي انا هعماله ده مفروض يكون بتاعه اعلى من ايه? اعلى من الاسمواتيك بريشور اللي بيحصل في الطبيعة. يعني ده عملية مش طبعية عملية ارتفيشة. انا على الجزء اللي بتاع عشان جزء يروح هناك. المية اللي هنا تروح هناك. والاخر يتبقى لي ايه هنا? يتبقى لي الموليكيز بتاع السوليوت اللي انا مش عايزها كده كده تمام? انا عايز بريور بوتر صالحها للشرب. تمام? فبعمل ده ايه? ده ايه عبارة عن ايه? تعال لكده نكتبها. ابلاي. الاسمواتيك بريشور بنكوسين سري شولد بتاع السري شولد. اوف الاسمواتيك بريشور بتاع السلوشن. تمام? تو ميك موليكيز باس ان زا ريفرز ديركشن. اوف اوزماتيك بريشور. تمام? يعني الاسمواتيك بريشور الطبيعي. اه بيتندن موليكيز اللي هنا تروح هنا عشان تعادل ايه? تمام? لحد ما يوصل الاسمواتيك بريشور. لحد ما يوصل البرشور كده. ما يعرفش يروح من هنا ل هنا. تمام? فده بنسميه الاسمواتيك بريشور. تمام? لكن اه انا دلوقتي بابلاي فورس بنس كمية الاسمواتيك بريشور كأقل حاجة. عشان اعمل ايه? العملية العكسية. ان الماء يتعد من السوليوشن للبيور سولفن بحيث انها يبقى عندي كمية بيور سولفن كاملة. وسوليت الواحدة. تمام? طب اه ده برضو بيحسن بيمفعني في ايه? بيمفعني في الدياجنوزنج. تمام? يعني بيمفعني في الدياجنوزنج. تمام? اوف ريد بلود سيلز. تمام? ريد بلود سيلز بيحصل لها ايه? انا دلوقتي الريد بلود سيلز موجودة في موحيط حواليها. فموحيط اللي حواليها الريد بلود سيلز تعتبي اسم الممبربل. فلوما الوحيط اللي حواليها عنده اقل انا مفروض ان انا عندي معين بيخليلي السيلز بتاع المية بينها ما بين بره وجوه ايه السيل بتاع الايه? الدم سيل الدم بينها وبين اللي حوالينا اللي بره تمام? تمام? لو ده اختل تمام? او السوليوشن اللي بره بقى اسيدك قوي تمام? او يعني لنسبة الكنسنترشن بتاعها عيلي. فبالتالي ايه لا يحصل? المية هتطلع من السيل وهتروح لبره تمام? فسيل هتكرمش. هيحصل لها شرينكين تمام? ودي عملية كده بيسموها سيرتونين مش عارف ايه. بس يعني ايه? هي اه بتبقى بيولوجيا يعني كده وبيبقى بيبقى 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 دياجنوز لمرض يعني تمام? بيبقى تاريمن بيقدي بعد كاللوكيميا وبتاعها. بس ف والعكس بقى ايه? لو السوليوشن اللي بره كونسنترشن بتاعه قل. فهيدخل اه مية اكتر للسل. فالسل هتتنفخ كده تبعونا زي البلونة. تمام? فده اسمه هيموليسس. تمام? الهيموليسس ده برضو ايه? اه مش مطلوب انت اهم حاجة ان انت تصدر فده بيستعمل يعني بتشوف بتشوف بتاع اللي حالين الدم بحيس ان انت تعرف تدياجنوز ايه المشكلة يعني اللي موجودة في الجسم. بس ده الاسمات الكبير شهر ده كل حاجة عنه. وما ظنش ان هو في حاجة صعبة. وندخل على اخر حاجة عندنا في الشابطة ديت. وزي ما قلتلكه هو كان شابطة خفيف فعلا ما فيش فيه شغل كتير. وهي ايه دلواتي احنا اتكلمنا عن والفريزين والاوزماتيك بريشر والفايبر بريشر وحاجات كتير قوي. بس العلماء لما يجون في ارض الواقع يطبقوا كل الكلام ده. يعني مسلا كان متوقع ان اضافة كمية معينة من الملح على المية هتزود لي الاسمه ده. هتزود لي البيلين بوينت بوينت ايت سكس. تمام? او بوينت ايت سكس ديجري. او بوينت ايت سكس ديجري. تمام? بس الواقع اللي لقوه ايه? لقوا ان هي زودته بوين بوينت سكس ديجري. تمام? ده بالنسبة لالن اي سي ال. تمام? طب قاله طب ايه 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 يعني المشكلة? ايه ازاي? يعني احنا حساباتنا غلط ازاي بدربش في اتنين حرفيا. تمام? طب جميع اعملوا التجربة على حاجة تانية زي الشجر. لقوا ايه? ان الاو بوينت ايت سكس. فضلت او بوينت ايت سكس باختلاص بسيط يعني. تمام? فضلت او بوينت ايت سكس ده بالنسبة للشجر. تمام? بالنسبة البيلينج ايليفاشن. طب جربوا حاجة تانية زي الاف اي سي ال سري. تمام? تمام? اف اي سي في الموضوع ده كلهم. الكومن ان انا مش بتعامل مع الموليكل كموليكل. انا بتعامل مع البارتكل زي اللي جاء الموليكل. لقوا مبين ال مولز off this situation dissolvent solid والمولز of particle dissolvent. تمام? يعني انا اما ضوبت انا ضوبت انا ايه و سي المول مية انا بعدي انا منفصل. اما دودت اف ايه سي ال سري بعدي اف ايه وتلاتة في المية. تمام? البرتكلز بتعمل مفعول الموليكل لوحده. تمام? يعني انا دلوقتي عندي تمام كليجيتب بروبرتز ان انا الموليكيل دا انا عبر عن تمام فليه بروبرتي خميتها اي خميتها اي اللي هو عدد الموليكيلز اللي موجودة ايه فيه وطبعا ده بيبقى بيختلف يعني الاني اسيل مش بيبقى تنين بالزبط يعني الاني اسيل بتبقى واحد وستة من عشرة حكا في كده يعني بس بتبقى اعلى ايه من الواحد وهكده بس نظريا 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 هي مفروض تكون اتنين تمام نظريا مفروض ال مولز هنا اتنين على واحد فتبقى ايه اتنين بس النظريا يعني غير العملية فاحنا دايما بتعامل بالنظري في الغالب اللي هو مددكش ايه العملية تمام فده بيحصل ايه ده بيحصل بفكرة ان تمام ان انا في نظريا اه ظاهرة انا مش جوه مش بيعندي مع بعض مش بيعندي ايه اساس جوه المية بيبقى كله دايب بيبقى ايه ما بقولش حتى ده حتى لما اخدنا وكده مش بنكتب فيها لما بيجي يتفاعل عشان الان ايه والسي ال ما بيتفاعلوش بيفضلوا دايبين جوه المية بيساعدوا في التفاعل لكن مش بيتفاعلوا فبالتالي بنشيلهم بس واساسا ما ينفعش نكتب ان ايه سي ال اكوياس تمام معناها ان انا بقول ان ايه الواحدة زايد ان اي سي ال نيجاتب عطول ان ايه ودية بتبقى اكوياس تمام زايد السي ال نيجاتب دي بتبقى ايه اكوياس بورتز تمام الكوليكتب بس عملها في ايه بس عملها بقى ايه اضربها في كل اللي فائد ده بقى تمام كل اللي فائد ده عشان ده فاكتور بيأثر لعنة في في كل انا بقى عندي بدل ما انا المولز بتاعة الحاجة معينة ما انا دلوقتي دي دي ليه علاقة ايه? ليه علاقة بالمولز ايه? البورتكالات الدي عندي تمام فانا? بدل ما انا مسلا هتعتمد على المولز بس لا هتعتمد على كمام فالمول هتبقى اي في المول فيه تمام? اي مسلا وهنا اي وهنا اي تمام? هضرب في المولز اللي معي تمام? عشان هي بتفرق معي هنا. طب بالنسبة للتنبريتشر اليفيشن الدلتا تي بين تمام? هيساوي اي في كي بي في المولاليتي تمام? ونفس الكلام في الاف الديلتا تي اف دلتا تي اف هتساوي الاي في الكي اف في المولاليتي نفس الكلام اي حاجة بتتأثر بوجود تمام? زي دول كلهم تمام? يعني انا عندي وجود كتير اه بولر جول موليكول زي ساعب اكتر انا دلوقتي عندي سوليوشن او تمام? والسوليوشن دا وليكن نحن داوبنا خمسين اتم ان اي سي ال. تمام? الخمسين اتم دول اتفكوا لميت بارتكل اي اي و سي ال. مجموع اي خمسين اتم اي سي ال. خمسين موليكول سوري اي اي سي fail فلما تفاكوا بقى عندي مية مع بعض تمام بقى عندي مية زائد fail. تمام فوجود المية ده هو ده لازم لازم ان انا لما حط خمسين اضرب في اتنين عشان عندي عارف ان الان ايه ده هيديبقى اتنين جوه فبضرب في اتنين على طول تمام يعني انا عندي ب persuaded كده تمام لأ عمي حساب ان هو هيتفاك هيبقى اربعة تمام هيبقى اربعة مش اتنين بس عندي اتنين لا اتفاك هيبقى اربعة آآ نفس الكلام في الاسموتيك بريشر الاسموتيك بريشر هضرب في الاي المولاريتي في الار في التي بس وده هي ده معناها وده سببها وده القوانين اللي ايه بتدخل فيها ويه بس كان شابتر لطيف ولزيزي الشباب انا استمتعت بيه الصراحة انا بحب الشابتر اللي بتبقى اغلبها زي كده مش عارف انت بتحبوها زي او لا بس هي بتبقى مفيدة قدام فريد تركزوا عليها وبعدها تخش على شابتر هتولئي تحل الاسئلة اه في التوتوريال اللي ان شاء الله هينزل بكرة او لو مش بكرة يعني بسبب الظروف المد فهينزل بعده الانترميديت ويه البيزيك بوردو فا اه اشوفكم بعافية وكان معكم كيمستري جورديان